اهلا بكم كل مواطن في سوريا يشعر بثقل أزمة طاقة التي تزداد حدتها يوما بعد يوم لتضافة إلى مشاكل معيشية أخرى لم تصل إلى ما هي عليه الآن حتى في سنوات الحرب ما دفع البعض إلى الاعتقاد أنها مفتعلة ومدبرة في الخارج صحيح أن سوريا انتصرت في معركها الميدانية والسياسية غير أن المعركة الاقتصادية ما زالت في بداياتها ولن تكون سهلة في ظل عقوبات أمريكية سارية المفعول وأخرى محتملة كان لافتا في الأسبوع الماضية إعلان اتحاد المصادرين السوريين عن العمل مع إمارة دبي لتأسيس شركة شحن ومستودعات الاستادرات الزراعية السورية في دبي هذا الأمر يمهد الانسياب المنتجات الزراعية السورية إلى دول الخليج مستقبلا وربما يفتح الباب أمام المزيد من المبادلات التجارية ولكن هل ستسمح أمريكا لدول الخليج بترميم علاقاتها التجارية والاستثمارية مع سوريا وما الأدوات التي تملكها سوريا سياسيا وماليا وقانونيا لإفشال الضغوط الأمريكية على الخليج وعلى سائر دول العالم وإن أصبح تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الدول الصديقة والمشاريع الموعودة من جانبها ولسيما من الصين والهند وإيران هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا رئيس تحرير وناشر مجلة الإعمار والاقتصاد الأستاذ حسن مقلد وهو معنا من العاصمة السورية دمشق أهلا بك أستاذ حسن الله يخليك شكرا بداية بما أنك معنا من دمشق هذه المرة يريد لو تخبرنا كيف تبدو الأجواء في الشارع السوري عموما ماذا تسمع ما هي الأصداء أو الانطباعات لدى المواطنين هل هناك تفاؤل بقرب معالجة الأزمات المعيشية وأزمة الطاقة المستجدة أخيرا أم هناك شكوى وتململ وتشاؤم لا الحقيقة في كل شيء يعني أول شيء في سئة كبيرة عند الناس أنه هاي ديمكن الفصل الأخير من فصول الحرب سواء العسكرية المباشرة أو من الحصار الاقتصادي والضغط الكبير اللي عم يمارس بكل أنواع الكلمة وبنفس الوقت أكيد فيه مرارة من حجم الأزمات ومن الضغوطات للمبينة أن القوى الخارجية عم تستعمل ربما أخر وراءة أو أسوأ وراءة بالضغط على الشعب السوري بالحصار يعني فيه حصار بكل معنى الكلمة حصار على المشتقات النفطية حصار على الأساسيات الموجودين وطبعا كلما السلم متقدم وكلما الأمان توسع كلما حاجات الناس بتصير حاضرة أكتر نحن نعرف في لبنان التجربة طويلة أنه كلما كان المدفع يخف كلما دوري فورا حاجات الناس الطبيعية الإنسانية بتتقدم وبتكبر فبصير طلب أكتر لهذا السبب ربما فيه شعور مختلط يعني مكون جزء منه ثقة وتفاؤل بالعودة الحياة الطبيعية بعودة سوريا اللي ما كانت عليه وبنفس الوقت ضغط الأزمات اليومية اللي موجود واللي يعني الفترة الأخيرة تفاقم وتطور بفعل هذا الحصار لدرجة أنه صارت الناس عم بتقول في بعض الشغلات مرأة ما كانت حتى أيام الحرب موجودة نعم هذه المسأل نعم قلت أنها استخدمت هلأ بسألت الطاقة بس لو سبحت لي يعني بسألت الطاقة بس بدي أقول أنه العارفين ببواطن الأمور والعارفين بيعرفوا أنه هذه أزمة جدا مؤقتة عم بحكي بالتحديد ببعض القضايا اللي علاقة بالكهرباء أكتر لأنه مرتبطة بحاجات ضاغطة إجت بنفس الوقت مع برودة الطقس الاستثنائية اليوم يعني فيك برد كبير كتير يعني هذه الشتوية مرتبط بطريقة توجيه مصادر الطاقة المحلية اللي موجودة بأولوياتها لوين كان لازم تروح وبأي شكل وبأي طريقة بس حبيت أبن أحمد الملاحظة ولكن كان هناك خبر أنه توقفت الواردات واردات الطاقة إلى سوريا ولذلك كان هناك الكثير من علامات الاستفهام حول سبب هذا التوقف وحول تحديدا المصدر أو الجهة التي أوقفت وارداتها من الطاقة إلى سوريا شوفي مش سر الحقيقة مش سر عم يوزاع الطاقة بشكل رسمي واردات النفط بشكل رسمي هي متوقفة بفعل العقوبات الأمريكية والحصار وأي حدا أي جهة أي شركة أي دولة بدأت تحاول كانت تتأمن مصادر نفطية أو مصادر طاقة لسوريا هي بتخضر العقوبات وهون بتسري يعني الآليات العمل الموازية عادة ولكن اللي حصل بالفترة الأخيرة غير أنه الأمريكان تشددوا أكتر ودخل معهم على الخط آخرين ولكن حصل يعني إشكالات ما بدي أقول تقنية بس معروف يعني هناك ناقلة نفط احترقت يعني هناك ناقلة نفط صدرت وأخذت إلى مصادر تانية هذه بالأيام هذا النوع من الشغل هذا أكيد له تأثيراته الكبيرة والحديث مفتعل أم هناك حوادث أم هي حادثة خارجة عن الإرادة يعني أنا ما بعرف يعني فعلا ما بعرف بس أنه بهيك أمور صعب الواحد يترك كتير لصدف دورة يعني بهيك مسائل خاصة أنه الأمريكان عم يخذوا خطوات واضحة يعني بحب أقول أنا أنه المرحلة الحالية اللي عم نعيشها هي كأنما يعني مسافة المتر الأخير بسباء الميت متر يعني فكل الضغط بيتركز على هيدا الوقت وكل الأوراق طلعب بشكل الآسي لهيدا السبب عم نشوف هيدا الحصار الغير مسبوق يعني وعم نشوف أنه حتى لو سألت عن الحريق بلليك أنه ما بعرف إذا صدفي عن جد أنه ترافق مع كشف شبكات كانت تعمل بهذا المجال ووضعت فورا على لقاحة العقوبات وإلى آخره طبعا ترافقت القصة يعني مع كمان تشديد الحصار على إيران واليوم فقدان يعني بلك النواقل المصادر الطاقة أما في الداخل قلت أنا لأنه في مصادر طاقة داخلية هي سمحت كتير للدولة السورية أنه كمان تأمن الحد الضروري من الحاجات عبر هذه المصادر كمان هذه اليوم صار إلها أولوية معينة بفعل تأمين معامل يعني مواد ضرورية لهذه المعامل التي تشتغل فأخذ من مصادر الطاقة مثلا للكهرباء ووضعت بهذه المعامل وهي فترة مؤقتة كربائل هيك عم أقول أنه بالحالات العادية عادة هذه تبدأ في منتصف أذار استثنائيا وبفعل الضرورات بدأت بعشرين كانون تاني وهي الفترة اللي شهدت فيها يعني بعض المدن تقنين ما كانت تجوزته بالفترة الماضية هنا أنا عم بحكي أنه هذا موضوع مؤقت تمام إذن كان هناك عوامل موسمية أيضا أثرت سلبا على استهلاك الطاقة وبالتالي القدرة على تأمينها بالحديث عن الإجراءات الأمريكية والأوراق كما أسميتها كان لافتا عودت الحديث عن ما يعرف بقانون قيصر اللافت هو التوقيت يعني القانون مطروح منذ عام 2014 وتحول إلى مشروع قانون في الكونغرس عام 2016 لماذا عاد الحديث عنه الآن بالتحديد الحقيقة ربما نفس السبب اللي حاولت أذكره قبل شوي أنه هناك مش بس شعور يعني هناك شبه قناعة بين هلالين عند كل الدول عند كل المسؤولين يعني اللي عم يتعطوا بالملف السوري واللي عم يجوا على المنطقة والآخرين الانطباع أنه نحن بالفصل الأخير من الفصول الأزمة والحديث كله أنه عم نحكي عن أشهر لشهود انفراجات كبرى طيب اليوم بميزان القوى على الأرض وخاصة بعد الإعلان الأمريكي بغض نظر تطبق ولا ما تطبق بعد الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من سوريا وكلام الرئيس ترامب أنه هذه بلاد رامل وموت وهذا يعني انعكاس حقيقي لميزان القوى إذن شو اليوم الأمريكان بيحملوا بعد إمكانات لتحسين شروط التفاوض أو في أي تسوية كيف بيحفظوا مصالحهم أو بيحفظوا إمكانات فعلية لدور مستقبلي اليوم إذا جربوا كل شي يعني جربوا كل أنواع الفتن جربوا كل أنواع القصف جربوا كل أنواع التخريب جربوا كل أنواع التفرئة إذا وصلوا اليوم على ميزان هن يعم بيفلوا وما عندهم قدرة يحموا حلفاء أو عملاء أو أصدقاء نسميهم اللي بدكيه فاليوم الشكل الوحيد من أشكال إعادة تحسين ميزان القوى هي الضغوطات الاقتصادية وهذه ليست ضغوطات اقتصادية هذه اليوم يعني انفلات من عقال أي منطق إنساني أي طبيعة معينة بطريقة تعاطي بهذا الأنون يعني هذا الأنون عم يجي يقول بكل بساطة كل من يتعاطى مع الدولة السورية يعاقب كل من يتعاطى في المركز السوري يعاقب عم يقول كل من يتعاطى بالحقل الصحي السوري يعاقب كل من يتعاطى بمصادر الطائب بما فيها الكهرباء يعاقب كل من يتعاطى بالنقل يعاقب يعني في شيء يعني حتى الأمريكان حتى الأمم المتحدة اللحظة اللي كانت داعش فيها موجودة بالرقة أو بمحلات تانية بس كانوا بدوعة المساعدة الإنسانية كانوا يتعاطوا مع قوة الأمر الواقع فكيف هون عم نحكي عن دولة مكتملة المواصفات مكتملة الصلاحية مكتملة هي عضو في الأمم المتحدة معترف فيها دولة عم حاربة الإرهاب إلى آخره كيف بيقدر ويجي يقولوا اليوم أنه حتى كأوة أمر واقع هنمش رح يتعاطوا معه هيدا الأنون أنا برأي لو اليوم أقر لأنه هو قطع اليوم مرحلة مجلس الشيوخ ومرحلة الكونغريس هو اليوم بمرحلة التوقيع عند الرئيس الأمريكي ولكن لو حصل أنا بتأديري أي شكل عقليني هيدا الأنون ما ممكن يكون لها مؤقت مرتبط بالتسوية عم بيحط شروط ليحسن ظروف أي تسوية لصالح الأمريكيين ممكن تكون ولكن ممكن يستمر وعلى أرض الواقع اليوم أكيد فيه مش بس خروقات يعني فيه قرارات من دول برفضه يعني هذا اليوم ميزان القوة تغير يعني مثل من من الذي جرؤ على رفضه أستاذ حسن عفوا كنت أسأل من الدول التي جرؤت على رفض هذا القانون يعني من الذي أعلن بوضوح اليوم اليوم طبعا روسيا والصين وإيران يعني الإعلان ثلاثي بس كله حدا على حدر لا هذا متوقع كنا نسأل عن حلفاء وأصدقاء واشنطن أوروبا مثلا دول خليج مثلا عفوا لا لا صحيح عفوا بس نقطة بهذه الناحية ما في عادة ما في عادة أنون عقوبات أمريكي بيطلع حتى لو رفضوا أو تحفظوا على الدول إلا ما الاعتبارات مالية بيضطروا ويراعوا ويقبلوا بما فيهم أخصام أمريكا أو أعداء أمريكا وأصدقاء وحلفاء سوريا ولكن هذا الأنون بطريقة شكله يعني جرى الرفض لأول مرة بهذا الشكل وترجم هذا الرفض أنه هني أعلنوا أنه شركات اللي بتتعاطى بهذا المجال في حال إقراره لن تتوقف أنا هون بدي أكفي لأكفي الدقرة اليوم الهند مثلا الهند المتكررة الاستثمارات الهندية اللي عم تجي أبعد من هيك حتى يعني مش إمكانات مشاريع الاتفاقات اللي علاقة بإعطاء قروض لسوريا هذا كسر منه قليل أما طبعا ماليزيا يعني بعد مهاتير محمد الإشارات اللي إجت يعني الأوروبا اليوم في شركات فرنسية عم تبدي صراحة رغبتها بالمجيء بغض نظر عن موقف الدولة الفرنسية في شركات تشيكية موجودة وهي تعمل مباشرة أو كواجهات لشركات ألمانية في شركات اليوم نمساوية عم تجي على سوريا لا الدائرة عم تكبر أما إذا جينا للجانب العربي الجانب العربي لا شك أنه الإعلان اللي حصل من فترة عن فتح سفارة الإمارات والوفود العربية يعني اليوم أنا بقولك بالبساطة بالتلات فنادق الأساسية في الكويتي في الإمارات يعني بلشنا طبعا العماني عطول الخط كان موجود ولكن بالانفتاح العربي بين هلالين يعني لأنه الانفتاح الخليجي اللي حصل واضح أنه بعد ما أقوم عمل أول خطوة إجا الموقف الأمريكي الصادم والرادع الجازم بهذه القوة لا يمنع استكمال هالعملية لأنه اليوم هو عم بحط شروطه قبل ما يحط أي نعم أستاذ حسن اسمح لنا أن أتوقف فقط مع فاصل قصير لأن الوقت المخصص المحور الأول تهب الكامل نتابع الحديث ونفصل أكثر في كل ما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية عموما بين سوريا ودول الخليج تحديدا وأوروبا ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد مشاهدين وأهلا بك أستاذ حسن مقلد أنت معنا من دمشق من العاصمة السورية قبل الفاصل تحدثنا عن إعادة فتح سفرات خليجية في سوريا تحدثنا عن محاولات خليجية وأوروبية أيضا للعودة إلى السوق السورية أو دخولها يريد لو نتحدث قليلا عن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة لتعيق وتمنع وتعرقل عودة دول الخليج تحديدا أي نوع من الضغوط يمكن أن تمارس على دول الخليج لإعاقة انفتاحها على سوريا انفتاحها اقتصاديا نتحدث تماما تماما إذا تسمحيلي بس بملاحظة صغيرة قبل ما أقول ليش اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عم تلجأ لحجم الضغوط اللي هلأ رح نتناولها واللي هي بتعيق أكيد أي انفتاح خليجي أو انفتاح شو ما كان جنسيته على الدولة السورية وعلى الشعب السوري لأنه بالزهن الأمريكي كان طوال الفترة الماضية والزهن الغربي عموما يعني ما فيه الأوروبي كان عندهم شبه قناعة مسلمي أنه لا يمكن لعملية إعادة أعمار سوريا أن تطلق بمعزل عن المال الأمريكي والمال الأوروبي أو الأرار الأمريكي والأرار الأوروبي وهي دي كانت قضية حتى بمنقاشاتنا المباشرة مع مسؤولين يعني من هذه الدول أو من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي كانوا قاطعين أنه لا أعمار لسوريا خارجهم يبدو شعروا خلال الفترة الأليلة الماضية يعني آخر قبل ستة شهور أو عشرة شهور شعروا أنهم بلى فيه إمكانات جدية في حال الدولة السورية أخذت مبادرات معينة هلأ بنحكي عنها أنه فيه إمكانية أنه يعاد أعمار سوريا بما عزل عن الأرار الأمريكي أو المال الأمريكي كذلك الأوروبي عندما شعروا أنه فيه أمور عم تمشي بما عزل عنهم حقيقة لجأوا يا هستر وصار في موجة هستيريا جلت بهذا الأنون طبع قيصر بهذه الطريقة وتجلب الضغطات هلأ منحكي بسياء الحلقة عن هذا المضوء سأقول ملاحظة لأقول ليش اليوم حتى انفتاح على مستوى رجال الأعمال انفتاح على مستوى بعض المشاريع الصغيرة بالتعاون ليش حتى هذه مرفوضة لأنه ليش لجأوا فورا لمستوى آخر من الحصار أشد لأنه شعروا أنه الورقة الأساسية اللي كانت بإيدهم واللي هي العامل الاقتصادي وعامل إعادة الأعمار شعروا أنه عم يفقدوه وبفقدانه ما بيقدروا يعيدوا تصحيح ميزان القوة أو يدخلوا من جديد وكلنا منتذكر بأحد الاجتماعات الأوروبية اللي كان فيها مسؤول أمريكي كبير موجود كيف حكوا أنه ما خلصت الحرب ما انتهت لأنه ربما العامل الاقتصادي بيقدر يعمل تعويض أكبر كثير مما لم يستطيعوا جنيه خلال الحرب ولكون شوي منصف كمان هذا الفكر هذا العقل أنه بمعزن عن الأمريكان والأوروبيين ما فينا نعمل شي مش بس عقل خارجي جاي من برة كمان في عقل داخلي بكل دولنا بما فيها سوريا في بعض الناس عندهم قناعة رغم كل قتالهم ضد الأمريكان على الأرض أنه الأمريكان ضرورة يعني معبر ضروري لإعادة الأعمار بينما اليوم التوجه واضح أنه منقدر نعمل الأعمار بمعزن عن الأمريكان حبيت أقول بس هول لأنه هول باعتقد فيهم يفسروا إذا ما بيبرروا مجمل اللي عم بيصير اللي عم بيصير اليوم بمعزن عن الأمريكيين في مختلف المجالات أستاذ حسن يعني لا في التكنولوجيا ولا في البنية التحتية ولا في العلوم يمكن الاستغناء تماما عن التعاون مع أمريكا اليوم الحقيقة العالم تغير يعني العالم بمعزن عننا نحن ومن دون جميلتنا نحن العالم عم يتغير اليوم التقنيات اللي عم تخلق بالعالم اللي مش عم تزور اللي عم تخلق بالعالم عبر الصين أو روسيا أو ماليزيا أو أندونيسيا أو أي شي فيه تغير بالعالم كبير أحب أحكي شغلي واحدة بس يعني اليوم فيه سيستام اتصالات منظومة اتصالات صينية كانت موجودة بالصين من خمس سنوات اختراع كامل صيني كامل هاي منظومة الاتصالات ما بتشتغل على نظام الجي أس أم هاي دي الصين كانت ماخدي قرار ما تطلعها خارج الصين اليوم مقرر الصين تطلعها لبرة اليوم عم تحكي مع إيران ومع روسيا وهي جاهزة تفوت على سوريا فيها هاي دي المنظومة بالأساس اختراع صيني كامل هاي دي الاختراع بيمنع الأمريكان من سهولة التنصط على الجي أس أم اللي هن اخترعوا اللي هن اعملو هاي دي بيعني بكل بساطة أنه عم نشهد عم نشهد نحن اليوم بالتقنيات مسائل جديدة يعني هاي دي بتفسر ليش عم يعملوا هايك مع هواوي بكندا وبأمريكا لأنه الشرط الأساسي الأمريكي لا تخرج هذه التقنية من الصين عم بعطي مثل بلى فيه إمكانية بلدان تتعمر اليوم فيه إمكانية اليوم تطلق الورشي وتقطع مراحل بمعزن عن التقنية الأمريكية لأنه هاي دي موجودة ببلدان تانية وكافة لمراحل طويلة للتأسيس عليها هاي دا واحد اتنين ربما أكتر من التقنيات المال اليوم المال الفعلي بالعالم مش موجود بقى بييد الأمريكان ولا بييد الخليج يعني هاي دا بالنسب الموجودة هاي دا المال الحقيقي اليوم موجود بالشرق صار نحن نحكي عن روسيا كدولة عندها قدرات عسكرية عالية ولكن غير قدرات مالية هاي دا مش صحيح روسيا بغض النظر كيف عم بتجيب المال عم بتجيبه من مواد الأولية أو عم بتجيبه من صناعتها أو من تطورها أو من أي محل تاني ولكن روسيا واحدة من أكبر دول العالم اللي عندها احتياطات اليوم بالعمل الصعب اللي قادر تحمل دول وتستثمر بدول الصين ما رايح حكي عنه لهذا السبب اليوم الأمريكان كيف فيهم يمنعوا ايه بيمنعوا اذا حطوا قانوم مثل هيدا وقالوا لأي شركة بتفوتوا على سوريا تشتغليه نحن منوقف لك كل حساباتك بالعالم بين السوق السوري مهما كان سوق واعد أو سوق كبير وبين أسوق العالم كلها سواء اللي بعدها عملتها بالدولار ومطار تستخدم النظام المصرفي أو السويفت الأمريكاني حكما للناس بتختار أن تترك سوريا وتروع على المحلات طيب هل بدأت الخطوات الفعلية أستاذ حسن بين سوريا وهذه الدول بين سوريا وروسيا من جهة إيران من جهة الصين والهند أيضا هل من حراك بدأ ينفذ على الأرض أم أن كل التعاون ما زال في نطاق الاتفاقات والحبر على ورق لا في أضايا طبعا أضايا استراتيجية كبرى صارت فترة طويلة من أكثر من سنتين واليوم بلشت بشائرها تترجم على الأرض أنا بس نحكي أنها اليوم عن الأضايا استراتيجية بس نحكي عن النفط والغاز والفوسفات كل العالم تعرف أنه جرى تلزيم هذه الاتجاهات وبدأ العمل من فترة بسيطة جدا بهذه المجالات بس نحكي اليوم عن قطاعات كمان استراتيجية إلى علاقة مثلا بالكهرباء إلى علاقة بالبنى التحتية اليوم في مشاريع مرافق أو مطارات في توسيعات لمسائل معينة لا اللي عم بتابع هذه الورشة بيعرف أن هناك اتفاقات وهناك شركات خلقت وهناك آليات عمل عم تبدأ ولكن ربما لعمل هذه الهيستيريا أنه بلشنا نشوف بعض المقاربات الجديدة السورية بمعنى أنه اليوم من بلا فيه إمكانات جدية إذا كمان الحكومة السورية حسمت خياراتها أكتر وأكتر يعني أنه اليوم السروات اللي موجودة من دون استخدامها من دون استخدامها ولكن بطريقة وضعها كضمانات لأي دولة كبيرة تجد على الاستثمار اللي هي هذه السروات محتاجة لأستثمارها بيعرفوا أن هناك إمكانات فورية لتأمين صندوق هذا الصندوق يسمح بإطلاق الورشة لأعمار مش بس بالقطاعات السراتيجية والأساسية حتى بالقطاعات السنوية لمحتاجتها السورية وبيعرفوا أن هذا الموضوع بيقدر يحل محل المقاطعة لاستقدام تقنيات أو بضائع أو قطع غيار محتاجتها الدولة السورية وبيعرفوا تماما أن هذا مسار بدأ مش مسار بعده اليوم أنا بس عمقول تحسم خياراتها بمعنى أن تسرع إيقاعها أكتر أو توسع الدائرة اللي اليوم عم يشغل عليها اليوم الأمريكيين لأنه نبيعرفوا أن الصين صارت جاهزة تفوت على سوريا بمعزل عن الموقف الأمريكي وأحيانا حتى لو بتضد يعني عندها آليات وعندها يعني آليات ميكانيزم يعني عندها آليات بتقدر تسمح لا تدخل على السوق السوري وتستثمر بالسوق السوري بغض النظر عن العقوبات الأمريكية لأنه عندها شركات كثيرة وكبرى تعمل فقط في السوق الصينية ما بتعمل بالخارج وبالتالي ما بتتأثر بالعقوبات ولكن هايدي لا تقدر تفوت على بلد مثل سوريا اليوم تحتاج أحيانا الدخول إلى قطاعات استراتيجية أو بالمباشرة أو بالمشاركة مع أصدقاء لألها وقدر تفوت هايدي الأمريكان مجرد ما شعروا أنه هايدي ما يسأل يبلش تعطيه وليتسير ببلش مساره أشد شراسة وبلش ويمنعه وهيك لأ هايدي عم بتسير وهايدي اللي عايش يعني بالمطبخ أو حوالين المطبخ بيعرف تماما أنه هايدي عم تطلق هايدي اليوم ترجمت باتفاقات وترجمت ببعثات كثيرة إجت تستطلعت وشافت وأسست شركات وبلشت تبعط الناس ليشتريهم نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن مقلد على كل المعلومات القيمة والإضاءات التي قدمتها أنت رئيس تحرير وناشر مجلة العمار والاقتصاد وكنت معنا من العاصمة السورية دمشق شكرا ورّة جديدة والشكر موصول لكم مشاهديننا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة